التسعب بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعد رئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى الصين وخلال اليوم الثالث من الزيارة عقد رئيس السيسي جلسة مباحثات مع رئيس الصيني شي جيمبينغ وكبار القادة والمسؤولين الصينيين وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات هذا وأجرى الرئيس السيسي محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من رئيس وزراء باكستان عمران خان ورئيس جمهورية أوزباكستان شافغات ميرزي يويد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد النهيان وأمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني كما أجرى الرئيس السيسي مباحثات جانبية مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتاغش جاء ذلك على هامش مأدوبة الغداء التي أقمها الرئيس الصيني شي جيمبينغ على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها مدينة العالمين الجديدة وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به جاء ذلك خلال زيارته لمدينة العالمين الجديدة واشدد مدبولي على أهمية تسريع واتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة وتفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات التي تم الانتهاء من تشطيبها بأحد الأبراغ الشاطئية للتأكد من سرعة التنفيذ وجودته كما تفقد رئيس الوزراء المدينة التراثية التي تقام على مساحة 260 فدانا واطلع على أعمال تنفيذ مكونات المدينة شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعات اليوم الأول من الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي والتي تعقد على مدار يومين بالعاصمة الإثيوبية أديسابابا واستعرض شكري خلال الاجتماع الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة منوها في هذا السياق بإطلاق مركز الاتحاد الإفريقي لأعادة الإعمار والتنمية فيما بعد نزاعات بالقاهرة في ديسمبر 2021 وفي هذا السياق أكد شكري ضرورة العمل المشترك من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الداخلية التي تشهدها بعض الدول الإفريقية في ظل ما تواجهه من مشكلات أمنية واقتصادية وعدم الاكتفاء برد الفعل أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة المغربية حكومة وشعبا ولدوي الطفل ريان الذي وفته المنية على الرغم مما بذلته السلطات المغربية الشقيقة من جهود حثيثة ومضنية في محاولات إنقاذه وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على دعمها الكامل للمغرب الشقيق في هذا المصاب الأليم الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية داعيتنا المولى عز وجل أن يلهم والديه ودوي الصبر والسلوان في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء وعدد من الجهات تم تنفيذ قافلة طبية في جميع التخصصات بقرية شرشابة في مركز زفتة بمحافظة الغربية وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبية على المواطنين بإجمالي 443 حالة وتحويل كافة الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات الجماعية وعلى هامش القافلة تم عقد ندوة طبية بعنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمشاركة قسم الأورام بكلية الطب أما رياضيا فيواجه المنتخب الوطني في التاسعة من مساء اليوم نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية وكان الفراعنة قد تأهلوا لهذا الدور بعد تخطيهم عقبة الكاميرون بركلات الترجيحة فيما بلغ أسود التيرانجا الدور ذاته بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف هذا ويسعى المنتخب الوطني للفوز باللقاء وحصد اللقب الثامن في تاريخه وعلى الجانب الآخر يسعى الزملاء سعد يوماني لحصد اللقب الأول في تاريخهم نهاية منجز التسانع والاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر